ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي حيفا وكولومبيا ومركز شلفاتة للصحة العقلية بإسرائيل بشأن التداعيات النفسية لأحداث السابع من أكتوبر على الإسرائيليين حيث كشفت ارتفاعا ملحوظا في استهلاك المواد المؤدية للإدمان ما بين الإسرائيليين وذلك بعد اندلع الحرب الدراسة الإسرائيلية أوضحت أن الأحداث التي شهدتها إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي كانت لها آثار بعيدة المدى لسيما على الصحة العقلية للإسرائيليين وذكرت أن 16% ممن شاركوا فيها أشاروا إلى وجود زيادة طفيفة في نسبة استخدامهم للنيكوتين بينما أشار 10% إلى زيادة استهلاكهم للكحل فيما أبلغ 5.5% عن زيادة تعطيهم لمخدر الحشيش ترجمة نانسي قنقر